شدد وزير الخارجية سمح شكري على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية على مستوى الأمم المتحدة من أجل وقف التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام وخلال استقباله المنصق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند أعرب شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وطيرة العنف وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحة مستعرضا الجهود التي بدلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهديئة الأوضاع الميدانية من جهته أعرب المنصق الأممي عن تقديره لدور مصر المحوري في عملية السلام وتطلع الاستمرار التنصيق مع مصر من أجل الخروج من حالة الجمود الحالية في عملية السلام ووقف التصعيد الجاري وإعادة الأمل في إيجاد تسوية نهائية وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر